النمسا تنفيذ دعاءات ضدامنها المطلق مع إسرائيل دون العالم العربي دراسة تحذر من هيمنة الشعبويين على البرلمان الأوروبية اعتقال 12 شخصا من شبكة ترويج المخدرات بين النمسا وسويسرا الحكومة تخفض صف أسعار الكهرباء وتفرد محددات واضحة هجوم مجهول على جندي بريطاني سابق في أفغانستان والنمسا تسجل 25 ألف إصابة بالسكتة الدماغية سنويا مرحبا بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أعرب وزير الخارجي النمساوي أليكساندر شالنبرغ عن تفهمه للأوضاع في إسرائيل وغزة نافيا اتهامات بتفضيل النمسا لإسرائيل على الدول العربية وشدد شالنبرغ على الروابط القوية مع الدول العربية داعيا إلى إنهاء الصراع وأشار إلى ضرورة التسوية وحل الدولتين وزيادة المساعدات للغزة إلى 13 مليون يورو وفي الوقت نفسه أكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها منوها إلى أن بعض التصرفات الإسرائيلية غير متناسبة ودعا أيضا لفك الارتباط بين حماس والوضع الإنساني الصعب في غزة أشار تقرير لمركز أبحاث أوروبي إلى اقتراب المعارضين للوحدة الأوروبية من السيطرة على البرلمان الأوروبي لأول مرة في تاريخ الاتحاد خلال الانتخابات المقررة في يونيو وتوقع التقرير أن تحقق الأحزاب اليمينية الشعبوية النجاح في تسع دول أوروبية بما في ذلك النمسا وبلجيكا وفرنسا ومن المتوقع أن تأتي هذه الأحزاب في المراكز الثانية والثالثة في تسع دول أخرى مع تأثيرها المحتمل على مواجهة التغير المناخي والسياسات البيئية وترى الدراسة أيضا أن ذلك قد يعرق القرارات السياسة الخارجية الأوروبية شنت الشرطة النمساوية ضربة قوية ضد تجارة المخدرات الدولية في ولاية فورالبرغ وسويسرا حيث اعتقلت 11 شخصا نمساويا وشخصا من قرواتيا بتهمي تجارة المخدرات واستمرت التحقيقات لسنوات من قبل مكتب الشرطة الجنائية في فورالبرغ والشرطة الجنائية في فيينا حيث تشير المعلومات إلى أن المشتبه فيهم قاموا بشراء حوالي 100 كيلو جرام من الكوكايين ونصف طن من القنب وتمت الاعتقالات بناء على مذكرات توقيف أوروبية وقد تم مصادرات مواد مخدرة وأسلحة ونقود وسيارات ثاخرة قررت الحكومة النمساوية تخفيض فرامل أسعار الكهرباء بحيث يبقى الدعم قائما حتى نهاية عام 2024 لأول 2900 كيلو واط سنويا لكل منزل وستنخفض التكلفة اعتبارا من الأول من يوليو من 30 سنة إلى حد أقصى 15 سنة لكل كيلو واط مع انخفاض الحد الأقصى لسعر الطاقة من 40 سنة إلى 25 سنة حيث تهدف الإجراءات إلى تحفيز مقديم الكهرباء لتخفيض الأسعار وتعزيز المنافسة ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة الكهرباء للأسر بشكل نهائي 10 سنة لكل كيلو واط مع دعم إضافي للأسر ذات الدخل المنخفض تعرض سائح بريطاني للطعن بسكين من مجهول صباح ثلاثاء أثناء تجوله في ساحة لينز الرئيسية في النمساء العليا وكان الضحية الذي خدم سابقا في الجيش البريطاني في مناطق النزاع في أفغانستان حيث أنهى مهامه القتالية دون إصابات وقد وقع الهجوم صباحا حيث استخدم الجاني سكينا لطعنه في كتفه وقد لاذى الجاني بالفرار وتم نقل الضحية إلى المستشفى حيث تلقى الهلاج ولا يوجد أي خطر على حياته وما زالت جهود التحقيق جارية للكشف عن هوية الجاني سجلت إحصائيات شركة التأمين الصحي في النمساء أكثر من 25 ألف حالة سكتة دماغية العام الماضي 2023 وذكرت الإحصائيات أن نحو 25 ألف شخصا يصاب سنويا بسكتة دماغية وبحسب الإحصائيات كان هناك 13 ألف حالة للرجال وأكثر قليلا منهم نساء ويشدد الصندوق النمسوي للصحة على أهمية اعتماد نمط حياة صحي لتجانب السكتة الدماغية من خلال الحفاظ على الوزن وتناول طعام صحي وموارسة نشاط بدني والامتناع عن التدخين كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هواتفكم كنت معكم أنا بوثينا سلام ومساة سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة